بعد أن كانت المدارس في العراق تحتل اهتماما كبيرا لتخريج أجال فعالة في المجتمع تصبح اليوم مكبا للنفايات ومكانا غير لائق يتجمع به عديمي الذوق العام على حد قول شهود عيان يسكنون منطقة الغدير في كربلاء مدرسة الزبيدة في كربلاء حيالغدير كانت تضم أكثر من 4000 طالب تم إزاحتها من أجل إعادة بناءها من عام 2010 لغاية الآن يعني الفترة استغرقت عشر أعوام وتمرصد مئات المليارات عليها وبالتالي مان بنت وانسرقت الأموال واليوم هذه المنطقة المحيطة بيتعاني من كافة الخدمات والسوء أهلامي لا مجاري لا قدمات لا تبليل إلى متى هذه السرقة والاستهتار بأموال العراقيين هدمت هذه المدرسة في عام 2010 لإعادة بنائها ومن ثم سريقت أموالها التي يتساءل عنها الأهالي أين ذهبت بالوقت الذي وصلت شكواهم للعديد من المسؤولين المحليين لكن دون أي حلول ناجعة لمحاسبة سراق المال العام ويعادة تأييلها كونها مكانا لأكثر من أربعة آلاف طالب وطالبة هذه المدرسة بالنسبة تشوفوها بعيونكم هذه المدرسة تفلشت من 2010 ولحد الآن انباقت فلوسها هسا أنا من أريد أبني بيتي تطن فلوس كاملة للبناء يقصدوها عليها تقصيد إشلون الطو المقاول فلوس كاملة واحدة الثانية صار لي واحد وأربعين سنة واحد وأربعين سنة بهذا الحي ما تبلط غير شارع واحد شارع سيد نعمة ونحن ظلنا بس عرفت باوع باوع لهذه الزبالة بنا تحتية مهملة شوارع غير معبدة منطقة كأنها في عالم بعيد عن مركز المدينة نفايات أثرت على المواطنين بممارسة حياتهم اليومية ليصل بهم الحال بالتوجه للتغيير بنقل صوتهم لمن حصل على الصوت ونسي شعبه حسب كلام مختار المنطقة أنا كمختار وكمختار منطقة الغدير السابعة طبعاً جوني جوني كذير من الله هايش تكولي إنه هاي المدرسة ما دامية مهملة قاعد تمارس بيها قضايا لا أخلاقية زين وأنا بدولي وبلغت الجهات الأمنية بهذا الخصوص زين فإحنا من خلال قناتكم والمقرة الناشد المسؤولين من السيد المحافظ هكذا تستمر معاناة الأهالي في هذه المنطقة التي حرمت من تعليم أبنائها بسبب حكومة تتأخر دائماً في محاسبة فساد استشرى في كل مؤسسات الدولة لقناة التغيير الفضائي جاسم الهميم كربلاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر